ملف مهم جداً شاغل بال الجميع النهاردة كان في الشهر 8 يونيو يعني لسه بقى على نهاية الشهر حوالي 21 يوم 22 يوم 3 أسابيع والدور المصري لسه الدور الأول فيه مباريات مؤجلة حتى الآن طبقاً لما هو معد ومرسل لكل وسائل إعلام فيه مباريات متحددة في الجدول الدور الأول لغاية 12 سبعة وفيه مباريات لسه لغاية دلوقتي اتحاد الكرة أو الربطة الأندية خلاناً نتكلم عن ربطة تحديداً هنا نبتعمل الجدول الربطة الأندية لسه محددتش مواعيد المباريات التانية المجلة من الدور الأول وليكن هندي مثلاً إسبوع زيادة عشان يخلص بقى المباريات فمن 12 سبعة نقول لـ 27 أو 21 سبعة طيب اللايحة اللايحة الدور الأبطال أو الكونفيدرالية بدون ما نبص في الخطبات الرسمية يعني بتقول إن 36 ده آخر معاد عشان كل اتحاد يبعت أسماء الأندية اللي هتشارك في الموسم الإفريقي اللي جاي وإحنا بقالنا خمس ست سنين في الموال ده كل سنة مش جديد يعني ولكن اكتشفت إن فيه ناس عمالة ترمي أخبار وبتتكلم في معلومات غلط بتقولك إيه أصل الموسم الكاس لو ما انتهاش نبعت اسم أندية اللي لعبة السنة اللي فاتت هو من إمتى أصلا بيتبعت أسامي الفرق اللي هي بتبقى أبطال الكاس اتحاد الكورة بقاله ست سنين أصلا مهمل في مسألة إن بطل الكاس يلعب كونفيدرالية ودائما بيعتمد على فكرة التالت الدوري ورابع الدوري والسنة دي الأمور تسهلت شوية عنده بطل دوري الأبطال وعنده بطل كونفيدرالية ولكن هو محتاج يتأكد بس من ترتيب بعض الفرق هل ممكن تترحل تلعب دوري أبطال ولا هتفضل زي ما هي كونفيدرالية طيب عشان يحدد ده هل تلاتين ستة ده الكلام النهائي ولا إيه اللي هيحصل إيه اللي هيحصل في الفترة اللي جاية إن اتحاد الكورة جاله خطاب بيقوله فيه تلاتين ستة والاتحاد أكيد عارف إنه يجيله خطاب بالتاريخ ده زي أوقت جاله النهاردة إمبارح الأسبوع اللي يفتح يجيله حتى الأسبوع اللي جاية هو عارف إنه فيه خطاب يجيله بتاريخ تلاتين ستة ولكن الاتحاد الكورة لغاية دلوقتي لغاية دلوقتي ما بعدش للاتحاد الافريقي يقوله لأ مد المهلة دي من تلاتين ستة مثلا لغاية تلاتين ستة بدي مثلا بدي مثال لأن الاتحاد أكيد هيبعد خطاب ما والاتحاد مش هيوقف عن تلاتين ستة وهيسكت لا لازم يبعد خطاب للاتحاد الافريقي يقوله أنا عندي الدوري لسه مستمر وأنا عندي المشكلة بتاعت كل سنة وأنا عندي أزمة كل سنة وأنا عندي حوار كل سنة ولا اعرفش أحلو فهستأذنكم يا ناس يلي في الكاف أمد من ثلاثين ستة مثلا يعني لثلاثين سبعة وأنا أتوقع أنهم هيطلبوا لماد لثلاثين سبعة طيب الكاف هيرد يقول إيه هي دي بقى المفاجأة اللي أنا أقول لها الحضراتكم النهارد هتطلب لماد لثلاثين سبعة هل الكاف هيوافق ولا هيرفض لا هيوافق ولا هيرفض ايه فزورة؟ لا والله مش فزورة بس هو الكافة هيعمل ايه؟ هيديك معاد تاني غير المعاد اللي انت هتطلبه خذوا المفاجأة الجديدة دي هيديك معاد تاني غير المعاد اللي انت هتطلبه بس بشرط لو المعاد اللي انت طلبته هيكون بعد معاد القرعة اللي هو هيعملها للأدوار التمهيدية هو هيختار لك معاد تاني غير المعاد اللي انت بعته يعني مثلا هو عايز يعمل القرعة احنا عارفين ان الدور التمييد الاول هيتلاعب في 16 تمانية فبالتالي عايز يعمل قرعة مثلا مثلا يعني 25 سبعة هيعمل قرعة 25 سبعة طيب انت بعدت قلت له مديلي لتلاتين سبعة او مديلي الاول تمانية فالكافة هيرد يقولك ايه مش هيقولك لا او يقولك اه او ما يسكتش ويقولك مثلا انا موافق على المعدن انت بعده لا هيقولك لا انا همدلك لخمسة وعشر سبعة همدلك لعشر سبعة همدلك لتسعة وشر سبعة هيحددلك معاد يبقى انتو دلوقتي الخبر الجديد اللي تخدوه من برنامج التريند ان خلال الايام القادمة لما الاتحاد الافريقي يجي له خطاب من الاتحاد المصري لان الاتحاد المصري والله يخاطب مش الربط الربط هتقول الاتحاد والاتحاد يبعت للاتحاد الافريقي فالاتحاد المصري ما يبعت الاتحاد الافريقي الافريقي للاتحاد المصري. اقول له لا انا همدلك. خمسة عشرين سبعة. عشرين سبعة. عشرة سبعة. لحسب التاريخ اللي هيتم تحديده رسميا في الايام اللي جاية. يبقى بالتالي كل الكلام اللي عمال يكتب في السوشيال ميديا ويكتب في المواقع. واللي بيتقال حتى في تصريحات من بعض المسؤولين في الربطة. كلام ملوش علاقة بالمستندات الرسمية او بالاخبار الرسمية اللي هتخرج في الايام اللي جاية. دلوقتي اخر خبر في هذا الشق ان الاتحاد الافريقي هو اللي هيختار المعاد. اللي هيناسبه هو. عشان يقول الاتحاد الكورة اخرك يوم كزا. خمسة عشرين سبعة. عشرين سبعة. عشرة سبعة. على حسب ما الكافي حدد وقتها. هو هيمدلك مع تلاتين ستة عدة ايام. او عدة اسابيع. بس قد ايه بالزبط? ده اللي هننفرد بيه ان شاء الله قريب جدا هنا. من برنامج التريند على شاشة قناة الاهل. لان عشان نعرف ساعتها. مين اللي هيكون مع الاهل في دور الابطال? ومين اللي هيكون في الكنفدرالية? سواء مع الزمالك او فرقتين تانيين لو الزمالك قدر يكسب ويتخطى بيراميز ويكون هو التاني مع الاهل في دور الابطال. لان الاهل خلاص حسب موقفه من دور الابطال. الاهل هو بطل دوري ابطال افريقيا. فبيشارك في البطولة بصفة حامل اللقب. ترتيبه ايه في الدوري? وضعه ايه في الدوري? كل ده كلام خلاص بقى نحطه على جنبه ايه قيمة دلوقتي. خلاص الاهل هو حامل اللقب. فيقدر يلعب دوري الابطال بصفة حامل اللقب. فبالتالي الخبر المهم الكاف هو اللي هيحدد التاريخ المناسب لاستقبال اسماء الاندية المصرية اللي هتشارك في دوري ابطال افريقيا. فاصل ثم نواصل. اشتركوا في القناة